ثمن مجلس أمناء الحوار الوطنية قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص متقدما بشكر لرئيس أسيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفية عن بعض المحكوم عليهم معربا عن تطلعه لمزيد من القرارات المماثلة جاء ذلك خلال الجلسة السلسة والعشرين لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسة الحوار خلال الموعد المقترح في السلسة من ميل المقبل وذكر المجلس أنه بمناسبة الاستجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطية ودع الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية كما ثمن مجلس الأمناء جهود مصر في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين وتسهيل إجلاء رعاية الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة